موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المحيط للشروحات والتقنية في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح كيفية الحصول على كتب ومقالات علمية أجنبية مجانية ومترجمة بشكل مقبول من أجل استخدامها كمراجع أثناء إعداد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه والأبحاث العلمية عموما إذ توجد العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال إلا أننا سوف نركز في هذا الفيديو على موقعين كنت قد جربتهما شخصيا واستفدت منهما كثيرا بالنسبة للكتب الإنجليزية سوف نستخدم موقع Oxford University Press التابع لجامعة أوكسفورد الشهيرة فهو يقدم خدمة الحصول على العديد من الكتب العلمية المجانية وغيرها وسوف أترك لكم رابط هذا الموقع في وصف الفيديو أولا ندخل إلى الموقع سوف تظهر لنا واجهة الموقع بهذا الشكل إذا كنت من الباحثين السوريين أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التاليتين اسم المستخدم MHE Syria أي Ministry of Higher Education Syria وزارة التعليم العالي السورية أما كلمة السر أو كلمة المرور فهي admin ثم اضغط على login أما إذا لم تنفع الطريقة وكنت من غير الباحثين السوريين فراجع جامعتك على أمل أن تمكنك من الاستفادة من مزايا هذا الموقع الآن اذهب إلى قسم البحث Search في أعلى يمين الصفحة وكتب العنوان أو الموضوع الذي ترغب في البحث عنه وأنا اخترت البحث عن العقوبات الاقتصادية الدولية Search الآن ظهرت نتائج التالية وهنا يجب أن نفلترها لكي تظهر المراجع المجانية فقط فيجب أن نذهب إلى قسم المراجع المتوفرة Availability ونختار منها أعلى يسار الصفحة قسم Availability يجب أن نختار Unlocked وFree وOpen Access ثم نضغط على Submit الآن ظهرت لنا عدة نتائج لكتب أجنبية مجانية بالكامل وسوف أختار الكتاب الأولى على سبيل المثال بعنوان Societies Under Siege Exploring How International Economic Sanctions Do Not Work وترجمته هي المجتمعات المحاصرة استكشاف كيف أن العقوبات الاقتصادية الدولية لا تعمل أي غير مجدية ويمكنكم الحصول على ترجمة مقبولة لجميع الكتب الموجودة على هذا الموقع عبر استخدام أداة الترجمة الخاصة بمتصفح جوجل كروم فهي تقوم بترجمة أي كلمة من عدة لغات إلى عدة لغات أخرى شريطة أن تكون الكلمة مكتوبة في الموقع وهو ما يتوافر في هذا الموقع وسوف أضع لكم رابط أداة الترجمة لمتصفح جوجل كروم للجوال في وصف الفيديو لتفعيل أداة الترجمة بعد تحميلها بالطبع نضغط على قسم الخيارات في متصفح جوجل كروم ثم نضغط على ترجمة ثم نختار اللغة العربية من الشريط الذي يظهر في أسفل الصفحة كما قلنا من قبل فهذه الترجمة ليست دقيقة مئة في المئة إذ أنها تحتوي على أخطاء لغوية ولكنها تبقى ترجمة مقبولة ولا تمنع من فهم المعنى المقصود المهم أنها مجانية الآن نضغط على عنوان الكتاب نقوم الآن بتفعيل أداة الترجمة كما نرى تم ترجمة هذه الصفحة نختار أي قسم يفيدنا من الكتاب ثم نضغط عليه وأنا الآن أرغب مثلا بقراءة قسم العراق فأضغط عليه تم فتح قسم العراق الآن نقوم بتفعيل أداة الترجمة والآن كما نرى فقد تم الترجمة هذا القسم بشكل مقبول وطبعا من أجل معرفة رقم الصفحة التي استفدتم منها بغية توثيق المرجع يمكنكم إيجاد رقم الصفحة ضمن النص كما هو واضح باللون الغامق هذا بالنسبة للكتب أما بالنسبة للمقالات العلمية فسوف نستخدم في هذا الفيديو موقع جورنال جايد وهو موقع بحث علمي متعدد الاستخدامات وسوف نستخدمه في هذا الفيديو من أجل الحصول على مقالات علمية أجنبية مجانية ثم نترجمها لاحقا أولا ندخل إلى الموقع وسوف أضع لكم رابط هذا الموقع في وصف الفيديو الآن ظهرت لنا واجهة الموقع يجب أن نكتب العنوان أو الموضوع الذي نرغب في البحث عنه وأنا أرغب في البحث عن موضوع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على سبيل المثال فكتبت Unilateral Economic Sanctions ثم نقوم بفلترة النتائج للحصول على المقالات المجانية فقط عبر الضغط على خيار Has Open Access Options ثم نضغط على Search الآن ظهرت عدة نتائج عن الموضوع المطلوب نختار مثلا المقالة الأولى عبر الضغط على رمز الملف الموجود على يمين اسم المجلة الآن ظهرت لنا واجهة موقع المجلة ويمكننا تحميل المقالة بصيغة PDF من ذلك الموقع وفي هذا الموقع مثلا يمكننا تحميل هذه المقالة عبر الضغط على رمز PDF كما ترون تم تحميل الملف إلى الجهاز الخاص بي وسوف نستعرضه الآن وللحصول على ترجمة مجانية مقبولة قم بتحميل برنامج ترجمة جوجل من الإنترنت الذي يترجم لنا أي نص نقوم بنسخه في الجهاز وسوف أضع لكم رابط تحميل هذا البرنامج في وصف الفيديو نقوم بتحديد الصفحة الأولى مثلا ثم نضغط على copy كما نرى يخبرنا برنامج ترجمة جوجل أن هناك نصا تم نسخه لكي يقوم بترجمته فنضغط عليه الآن كما ترون تم الترجمة نص المقالة الذي قمنا بنسخه من ملف PDF وننويه مجددا إلى أن هذه الترجمة ليست ترجمة مثالية ولا دقيقة مئة في المئة ولكنها مقبولة ويمكن فهم المعنى المقصود منها فالمهم أنها مجانية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نرجو منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ودومتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر